اشتركوا في القناة تستطيع ان تتصور جنابك وجميع المشاهدين والسامعين الان من الاقباط كم عدد الاقباط الذين تركوا المسيحية بجملتها خلال هذه الحقبة من الزمن الى اين ذهب الغالبية العظمى تركوا المسيحية واشهروا اسلامهم والنسبة الاقل تركوا الكنيسة الارثوذكسية وهربوا الى الطواقف الانجلية بحثا عن الرعاية الروحية التي افتقدوها ده خلال قد ايه ده؟ خلال حقبة طوها 36 سنة يعني انت بتركز على البابا شنودة فطرته؟ انا مليش دعوة بشخص البابا شنودة معلوماتك مني؟ انا لي دعوة بواقع شعبي اللي انا عايز اقدم له خدمة هذا السيدي اللي هدير حضرتك هو تسجيل صوتي لاجتماع اللجنة التي رأسها الانبا بخوميوس مطران البحيرة وحضرها الانبا موسى صديق العمر الفاضل وحضرها انبا موسى اسقف الشباب اسقف الشباب دماتي انبا موسى بيقف قدام المايكروفونات يقولك اصلاح ايه اللي بتقوله عليه الكنيسة مش محتاجها اصلاح حضرها وبصوته وحضرها وتكلم بصوته وانا اعرف صوته جيدا الاب انستاصي الصموئيلي وايضا اسقف من المعالي اسمه انبا دانيال ما عرفوش واخر وهذه اللجنة بالصوت اللي حضرك تقدر تحطه دلوقتي على طبعا لازم اتحقق الاول ايه ده عشان تسمعوا بتقول ان عدد الذين يشهرون اسلامهم يوميا يتراوح بين تمانين ومتين شخص تمانين ومتين شخص ومتين شخص بالصوت اهو واذا ما كانش ممكن ان سيدي ده يتسمع دلوقتي على البرنامج احنا ممكن نسمعه لأي حد عايز يسمعه على السايد بتاعنا من تمانين لمتين شخص وانتهت هذه اللجنة برئاسة الانبا بخوميوس وعرفت بلجنة الانبا بخوميوس في مدة طولها ستة وثلاثين سنة لا ما مش مش الخمسين الف طول الستة وثلاثين سنة طيب لو ضربتها في الستة وثلاثين سنة حيبقى مليون وتمانية من عشرة حنقول انه مش بالزبط كده خمسين حنقول انه مليون وربع على الاقل تركوا المسيحية واشهروا اسلامهم خلال هذه الحقبة مع العلم ان اللجنة بالصوت على هذا السيدي بتقول ان هؤلاء الذين اشهروا اسلامهم مفيش حاجة اسمها خطف والناس كانت تستطيع ان تقول لا والسيدي اهو فالان الان فقد من الكنيسة الارثوذكسية حقلنا بلاش مليون وثمانية من عشرة بناء على الحزبة دي حقلنا مليون وربع بناء على هذا الشريط ثم كم عدد الذين تصربوا الى الكنائس الانجيلية يعني انت عايز تقول ان في مليون مسيحي وثمانية من عشرة اسلامه خلال السنوات الماضية نعم ولم يعودوا مرة اخرى للمسيحية نعم اهلا بكم من جديد بلا حدود من القاهرة ضيفنا الانبا ماكسيموس موضوعنا عن خلافه ومستقبل كنيسته في ظل الاحكام التي سطر ضده ما هي الاشياء الاساسية او جوهر ما تدعو اله كما قلت لك اولا عايز اه اه اكد واحد انا لست في خصومة ولا خلاف لا مع البابا شنودة ولا مع اصاقفة مجمعه اه في كنيسة اسكندرية انا في قضية مع شعبي والقضية التي اكافح لاجلها مع شعبي تتضمن النقاط التالية واحد انا مليون وربعة على الاقل ده انا نزلته مليون وربعة عشان خطرك عشان خطر اللي هتبقشش عليها هعمل لك ايه قلت لي دول كتير السيدي بيقول انهم مليون وربعة مليون وربعة انا هتبقشش عليها بنصف مليون مليون وربعة تركوا المسيحية واشهروا اسلامهم بشهادة اللجنة الخماسية برئاسة الانبابا خميوس مطران البحيرة